سنوات واليمن يراوح بين الحروب والأزمات رغم تعدد المبعوثين الدوليين وحضور العالم بثقله في ملف اليمني لم يغادر يمن طاولة مجلس الأمن منذ العام 2011 فمن حينها والبلد لا ينفك عن أزمة إلا ويغرق في أسوأ منها برعاية أممية دولية وببصمات مبعوثيها ليس مجلس القيادة وحده من تتزاحمه الأقدام فالحراك الدولي حول اليمن هو الآخر يشهد تزاحما بين الوسطاء والمبعوثين الدوليين وكأن العالم المشتعل من غربه إلى أقاص شرقه لا هم له سوى قضية البلد الممسك بمفاتيح البحرين العربي والأحمر وأمام هذا التدافع بقي الملف اليمني يراوح مكانه فلا هو تقدم نحو السلام ولا حسم أمره بالحرب مبعوث أممي وآخر أمريكي وثالث جاءت به السويد ومن دونهم سفراء يتحركون في الداخل اليمني أكثر من قادة الدولة ذاتها يتنقلون بين المدن يقابلون المسؤولين وتصل نقاشاتهم إلى أصغر التفاصيل في محافظات عدة ما يضع تساؤلات حول مشروعية تحركاتهم وحقيقة دورهم في اليمن ترسل الدول العالم مبعوثيها إلى اليمن وكأن المشهد اليمنية في تعقيداته أصعب عليها من أن تكتفي فيه بالاعتماد على سفرائها وهو بلد يحكم جزءا منه مجلس بثمانية شخص والجزء الآخر منه يدار بذات الكيفية وإن اختلف العدد هو الطريقة وأمام هذه الطفرة في تعدد قادته والمبعوثين الدوليين بقي اليمن وحيدا ينازع الأزمات ويكابد المآسي دون أن يجد طريقا واحدا نحو السلام رغم تعدد طرق العالم نحوه ترجمة نانسي قنقر